وفي إطار سوابتي مصر في الدفاع عن القضية الفلسطينية شهدت مرافعة مصر التاريخية السابقة أمام محكمة العدل الدولية إشادات لإدانة القاهرة للممارسات الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي كانت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية ياسمين موسى ترافعت أمام محكمة العدل الدولية في 21 فبراير الماضي مشددة خلال كلمتها على ضرورة وقف إطلاق نار دائم في الأراضي الفلسطينية موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة